ما هي الأسباب اللي تجعل المرأة تلجأ للخيانة؟ هو طبعاً يعني أنا ما ودي الحين يعني أنظر لكم تنظير أقول لكم أسباب قانونية وأسباب نفسية وأسباب سلوكية يعني إحنا حين مقاعدين نكتب بحث ولا قاعدين نألف كتاب أنا بتكلم معاكم من تجربتي أنا الشخصية أنا عندي قضايا تعرض علي وهذه القضايا لما تعرض علي القصص أنا كل قصة تعرض علي من خيانة المرأة لها سبب ولذلك أنا جمعتها لكم تقريباً بخمس أو ست أسباب من تجاربي أنا الشخصية السبب الأول إهمال الزوج الزوج المهمل اللي يترك زوجته يغيب عنها ما يسأل عنها ما يهتم فيها مع الوقت يعني الزوجة تصبر 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 بس بعدين تشوف المشكلة ما قعدت الحل وكلمت الزوج أكثر من مرة اهتم فيني اهتم بعواطفي يعني أخذ منك على أقل لمسة قبلة كلمة الرجل وله سائل فيها فبعد عمر زمني من الزواج تبدأ الزوجة تقول خلاص يعني أنا تعبت وانا أتكلم وتعبت وانا أقول لا وأنا عندي احتياجات فاش أسوي فترتكب الخيانة أو ترتكب الحرام إذن السيب الأول من الواقع اللي أنا عيشه إهمال الزوج السيب الثاني السيب الثاني هذه مشكلة كبيرة أنا أتمر عليه كثير صراحة يكون في بنات أيام الثانوية أو أيام المتوسطة يكون عندهم علاقات عاطفية علاقات عاطفية بين بنات وبنات يعني بعدين يكبرون شوي ولهم مدركين خطورة هذا الموضوع تتزوج فلما تتزوج تشعر هي من الداخل ما عندها رغبة تجاه زوجها رغبة تجاه زوجها ليش؟ لأنه صار لها سبع ثمان سنين علاقتها العاطفية مع صديقتها وأنا عندي بعض الحالات متزوجة وما زالت عندها علاقة عاطفية مع الصديقة فهني طبعا هني هنا طبعا في سؤالي انطرح أنه هل علاقة المرأة بالمرأة عاطفيا وجسديا خيانة؟ الجواب طبعا أكيد نعم يعني أنا بالنسبة لي الخيانة خيانة يعني سواء كانت علاقة المرأة برجل أم علاقة المرأة بمرأة أم علاقة المرأة بشيء ثالث قد يكون حيوان مثل ما عند الغرب والأجانب تعتبر بالأخير خيانة يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث واحدة منهم وإذا تومينا خان الزواج أمان حقد الزواج أمان وفيه أمانة فمن يخالف هذه الأمانة إذن خيانة وإذا تومينا خان حراقة المرأة بالمرأة إذن تعتبر خيانة وهذا سبب ثاني من الأسباب القضايا اللي أنا أعالجها في هذا الموضوع السبب الثالث كثرة الخلافات الزوجية المرأة بعد وقت من الزمن عشر سنين خمسة عشر سنة من الزواج مشاكل 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 وما قاعدة تشوف المشاكل قاعدة تنحل ولا قاعدة تشوف المشاكل قاعدة تخف فيصير عندها ردة فعل يصير عندها كراهية للبيت اللي هو فيه اللي هي عايشة فيه وكراهية لهذا الرجل وكراهية لهذا الزوج فش يصير عندها نقطة ضعف فتبدي تلتفت لرجل آخر